اشتركوا في القناة وكمال الفرقة 111 وقصة المغرورة والملتزم والزابط المغرور والدكتورة المتمردة ومهمة خارج البلاد وفريق الجوكر والفرقة 707 وقسود الداخلية وحور في أرض العفريت وحاليا بتعرض قصة رجل المخابرات حاجة جمدة جدا وطبعا عندها قصص تاني كتير هتعجبكم قوي هستنكم هناك تقولوا رأيكم وتدعموها ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة فيها ايه في دوار الكبير كان سليم قاعد بغس شديد من المجنونة واشتاق لها قوي بلجنونة اجده يا نور اجده انت عليكي واضح انه دلعته الجوي ما ليكي حق ما الكبير بجا خاطم في صباعك ماشي ماشي يا نور هو عندي بعندي بجا زياد قال بابتسامة ايه ما لك عاد بتكلم حالك يا كبير ديه كلام برضك سليم قال بغس شديد يا زياد بعد عني السعادي انا عفاريت مصر كلها بتتنطط جدامي خلاص يا عم بس شكلك متوحشها جوي 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 يا زياد جوي دي كانت الهوى والنفس لي اول مرة حس اني ضايق ديه نور هي حياتي كلها طب وصيبها ديه ليه بجالها عشرة ايام انتوا الحكتوا اصلا يا سليم هعمل ايه عاد دماغ هناشفة جوي هني تعصبت وغيرت عليها جوي كانت المفروض تستنى لماها ده مش تعمل كده وتنزل ولا كان في حمار متجوزها وكمان ساجد زعل على زعل اختها وشعلالها اكتر وخد فيروز وعاود معاهم ايه وها عاد طب انت مش خايف على فيروز ان ساجد يفيش غلة فيها لا يا شيخ ده على اساس انك مش خابر فيروز دي زمان هجرفاهم في عشتهم كلهم هاهاهاها على رأيك بس حاولي يا سليم اوعى الضيقعة من يدك ربنا يا سهل قل لي مرتك صار عاملة كيف اسكت مش طلعت مش مشلولة ظلمتها والله مش كديه ولا ايه هي عطرفت لك الهبلة بس ما تنكرش عاد ان كان ملعوب في الجون وخلاك عرفت جمتها صح كلها لعيبك معايا كانت في الجون يا سليم غيرتني وخلتني بني ادم تاني بعد ما كنت تايه انت فعلا كبير الصعيد يا سليم سليم طب طب على كدفه بحنان المهم انك رجعت لعجلك وربك قبل فوقت الاقوان زياد بابتسامه وهو بيمشي لبرا المهم انت كمان ارجع لعجلك ورجع نور لان كبير الصعيد ما ينفعش يعيش غير مع نور سلام يا سليم في جناح يوسف وشهد كانت شهد واقفة وهي بتبصله بعشق وهو بيساعد فارس على ارتداء هدومه علشان يروح المدرسة كل جديه تمام يا بطل انزل افطر عشان نروح المدرسة تمام فارس قلب سعادة تمام بس انا عاوز اخه او اخت كل اصحابي في المدرسة عندهم اخوية تشمعنا انا ان شاء الله يا حبيبي يلا باج افطر شهد قالت بارتباك وخجل شف الوقت انت عارفة ان فارس غالي جوي عندي عشان جديه ما اقدرش ارفض لطلب يا سلام جديه واني مليش رأي القرار صدر خلاص يا روحي والامر انتهى في جناح زين ورحمة كانت رحمة وقفة قدام المراية ولبسة فستان بسيط قرب منها زين وحضنها ايه الحلاوة دي عالصبح انا جدك اجديه بردك انت جدي وجدود يا مالك جلب انت حبيبة جلبي ربنا يخليك يا جمر للأسف يا زين اللي حصل مع سليم ونور مش ما حسسنا باي فرحة سليم هو السبب ان احنا تجمعنا انا وانت وزياد وصارة حتى يوسف وشاد وكمان ساجد وفيروس كلنا قصة حبنا كملت بتوقيع سليم ونور احنا لازم ان نتصرفوا يا زين لازم ان نرجعوهم لبعض وفي القاهرة في شقة نور وساجد كانت نور قاعدة بحزن شديد وبتكلم نفسها بصوت عالي بقى كده يا سليم خلاص ما صدقت كده ولا تكلمني ولا تسأل فيا بس انا عارف انك اكد هتتجنن علي انا عارفة فيروس قالت بابتسامة كيفك يا نور مالي مانا زي الفلة هو لا يا شيخ علي انا بردك الحديد ده يعني سليم ما وحشكيش نور بغرور وثقة مصطنعة ها لا مش للدرجات ده زمانه هو اللي هيموت من غيري وبيبكي لما انا متأكدة واعد يا نور مش شايفة انكم زوداها شوية ها طب كلميه كده وافتح الاسبيكر وانتي تعرف انه كاره الحياة من غيري شوفي ومالة انجربوه رنت على سليم وجالها الرد بسرعة ايوة يا بيت يا فيروس عاملة ايه نور قالت بغرور وهمس شفتي سمع صوته يا حول الله يا رب ده قرب يتجنن من فرائي عامل ايه يا اخوي سليم بخبص ومكر بعد ما سمع لهمس نور فتعمد انه يستفزها هكون عامل ايه يا فيروس عاد عايش اخر رواجان ومتمزج على الاخر من ساعة ما البومة دي ما ماشت والواحد جعت في رواجان نور قالت بغيز بومة فيروس وهي بتكتم دحكتها جرى ايه عاد ايه اللي بتقولها ديه يا سليم دي نور حبيبتك مش كده حبها برصي اختي دي كنت مخشوش فيها يا بيت يا فيروس عارفة لما ماشت من شرم الشيخ جعت واتمزجت على الاخر شفت الحريم اللي بجد يا بيت يا فيروس مش دي اللي عاملة زي خلة السنان دي حريم بجد يفتحوا النفس تحسيهم كده منجوعين في سمنة بلدي مش بتاعت زيت التموين دي نور مسكت التليفون وقالت بغيز انا بتاعت زيت التموين يا عمر دياب ماشي ماشي يا سليم انت اللي طلعت المجنونة اللي جوايا انا هرفع عليك قضية خلة وافضحك في البلد كلها ماشي يا سليم وقفلت الخط في وشه وقالت بغيز وجنون ماشي يا سليم ماشي شايفها خوكي ولا على باله بس ده بسبب انا انا اللي اخدته علي امسكي بقى دي بلده ها مش هلبسها همشي في الشارع كده من غيرها خلي الشباب يعكسوني ويقولولي يا مزة ها وصور لهم فيديو وانزلهم على التيك توك واخلي فضحت اخوكي بجلاجل سلام يا اختي فيروز قالت بصدمة اه يا بيت المجنونة في المزرعة اللي بتشتغل فيها نور كانت ماشية الجواب غيز شديد وهي بتتمتم بكلمات غير مفهومة سيد قلبي غيز لسه بادر اختي حمد الله على السلامة بقولك يا سيد والنبي بياد عني انا عفارية الدنيا بتتنطط في وشي البي بيقول لي اني معمولة من زي التموين قصدك ايه مش وقته يا سيد الملفات فان الدكتور عزت جوا تاني الدكتور عزت انت عارف انه بيسبلي في الرايحة والجاية ودمه تقيل يلا الامر لله جوا كان قاعد الدكتور عزت اللي بيبص دايما لنور باعجاب شديد خير يا دكتور عزت ما شاء الله عليك في الشغل شكرا عن اذنك انت مستني يا عزت وانت خلاص عرفت عنها كل حاجة وهي مش لابسة دبلة لازم اروح قابل الدكتور ساجد اخوها واطلبها منه من قدام عمارة نور وساجد كان ساجد راكب العربية علشان يروح للصعيد يتكلم مع سليم عزت قلب اسراخ دكتور ساجد دكتور ساجد انا لازم الحق النهاردة ولازم اخلص الموضوع ده واسرع بسرعة عزت وربع ربيته في دواري الكبير وبالتحديد في الجنينة ساجد قلب دي كده برضو يا سليم لست نور ولا كهينها امراتك اولا انت عاد مش عايزك تتكلم واصل مش انت اللي شعللتها وخدتها وصفرت كان المفروض تتكلمها بهدوء وتعجلها وتفهمها انا كل دي من غيرتي غيرتي عليها بس انت صعبت الموضوع اكتر يا ساجد انا صحيح بموت في نور بس كرامتي فجاي حاجة وعوض قال دكتور ساجد في حد عايز حضرتك برة ساجد قلب استغراب حد عاوزني انا مين ده سليم قال جرى ايه عوض الضيف اللي جاي لدكتور ساجد يخش على دول وفي قطة ضيوف كانوا قاعدين سليم وساجد ويوسف وعزت ساجد قلب غيظ دكتور عزت يا ريت اعرف حضرتك انت جاي وراي الحد هنا ليه بصراحة الموضوع يخص الدكتورة نور سليم بفزع قال نور ليه جرالها ايه تكلم بسرعة عزت باستغراب من قلق سليم عليها قال لا حضرتك الموضوع مش كده خالص دكتورة نور كويسة يوسف بقلق وهمسة قال اصطرها يا رب وما يكونش اللي في بالي عزت بخجل وارتباك قال اصل بصراحة كده الموضوع محرج قوي يا دكتور ساجد انا من ساعة ما شفت الدكتورة نور وانا نويت استقر علشان كده انا طالب من حضرتك ايد الانيسة نور يوسف بصرخ وفزع قال الله اكبر ساجد وهو بيمسك ايد سليم بخوف يا مين بالله ما اعرف حاجة انا عايزة عيش مش عايزة مد دلوقتي سليم بغضب جحيمي قال عوض خد الاستاذ عزت معاك عزت بقلق بالغ قال يا على فين هخليك تكمل نص دينك بس على ضريقة الخاصة وفي المخزن الخاص بسليم كان بيصرخ عزت وكان متعلق من رجله سليم بغضب قال بجعاوز تتجوز الانيسة نور والنطع ده مش مالعينك مش كده ده انا هنفخك النهار ده عزت بصرخ قال يا لهوي والله يا باشا انا ما عرفش انها متجوزة انا شفتها لطيفة كده وبعدين ما فيش في ايديها دبلة يا كمان جلعة الدبلة ما هي متجوزة خروف ماشي يا نور ماشي عزت قال نزلني والنبي والله انا مش هكلمها تاني ابدا سليم قال بحدة بقول لك اي يا لها انت تسيب الشغل معها خالص وإلا قصة من بالله هتشوف اللي عمرك ما شفت يوصف وهو بيكتم دحكاته بصوبة خلاص عادها ده يا سليم سليم قال بغز شديد يا هده ازاي والبومة خلت نضع زيك ده يجي يطلبها مني ده انا هربيها عوض يا عوض ساجد بقلق قال ايه ده بس يا سليم عوض جهز بيتك رمانة عشان هكتب عليها دلوك حالا وفي شقة نور نور بصدمة وفزع قالت انت بتقولي يا ساجد سليم هيتجوز بجد ساجد بجدية قال هو ضلها يحصل يا نور بقى كده ماشي يا سليم هعمل كده علشان يغزني انا عرف بكرة الصبح هروح له اكيد هو هعمل كده علشان يحرق دمي ماشي يا سليم ماشي انا هوريك هوريك نور المجنون يا سليم وتاني يوم الصبح بدري في دوري الكبير كانت نور ماشية بغز شديد وتواعد خبطت على الباب فتحت لها واحدة آية من الجمال رمانة قالت باستغراب نعمين انت مين انا الدكتورة نور انت اللي مين واحد انت دكتورة البهاي ومشي كده انا مرات الكبير يا حلوة نعم يا اختي والحد هنا بتكون خلصة حلقتنا بتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم وانكم تكونوا شفتوها لحد الاخر وطبعا هستنى اشوف رأيكم في الحلقة تحت في الكومنتات سلام اشتركوا في القناة واحدة بالمش shell